ايه زيكم عاملين ايه? النهاردة هنعمل الكرافت بتاعنا اللي هو الكلاون والشعر المنكوش بتاعه ده. احنا قلنا ايه اللي بيميز الكلاون ان هو منخير وحمره وحاطت ايه? الوان كتير وبيبقى لابس فاروكة على شعره مليانة شعر ملون. اول حاجة هنعملها هنرسم الايه? الكلاون نفسه. هعمل دايرة كبيرة هنا. بنزلها راحت شوية عشان ايه? اسيب مكان للشعر وبعدين بعمل دايرة. جواها دايرة. جواها دايرة اصغر. اه. دايرة تانية. بجي انا برسم العين. جواها دايرة. جواها دايرة اصغر منه. وبعدين وبيبقى حاطت زي ميكوب كده. فانا هعمل له الايه? الحاجات السودة اللي بيعملها على عنام. وبعدين هعمل له منخيره كبيرة اللي لونها احمر نسيت الحواجب. اهي. وبعدين هعمل البقل نص دايرة. وبعدين اعمل لها نص دايرة اكبر منها. ودايرتين برضو بيبقى لونهم احمر. كده انا خلصت وش الكلاون. ممكن اعمل له. واثنين كمان. هبدأ الونه. لو نتاعي هبدأ ااخد من الالوان اللي هستخدمها عشان اعمل ايه? البروكة. لو مسلا هستخدم الالوان دي هاخد جزء منها. بقص جزء. وببدأ اعمل ايه? المروحة. بعمله زي المروحة اللي هو. بعمل باتني كده واغلب واغني الناحية التانية. اهو. واغلب واغني. واغلب اغلبنا بيعرفيها من مروحة اكيد. اهو. اول حاجة اعمل على البول هو لابسها او الببيون اللي هو بيبقى لابسه. وهقص المروحة بتاعتي. ده ما انتم شايفين اهو اديتني شكل الايه? الببيون. وهاجي اخد من هنا. شريطة من اي لون تاني. وهحط ايه? عليها جلوم. وهلزقها. بالشكل ده. حيث انها يتديني ايه? الشكل ده. وهلزق الايه? وبعدين هحط الجلوم للضهر هنا. والزق الببيون بتاعته. الوقتي هعمل الشعر بنفس الطريقة اللي عملت بيها. الايه? الببيون بتاعته. هعمل مروحة. من اي لون انا عايزة. طبعا انا مختارة كزا لون عندي انا اصفر اورنج. آآ احمر. ممكن يبقى اغضر. ممكن يبقى ازرق. زي ما احنا حابين. هو بيبقى لابس فعلا بروكة. ملينا كل الالوان. وهأسأس. وهعمل الشريط بتاعها كده. كل واحدة بقصها. سيطلعني ايه? زي زجزاج. انا محضرة هنا عندي حبة. من الاشكال دي. هبدأ ايه? اعمل بيها الوج بتاعته. باني هلزق. واحدة واحدة. كل واحدة باجي على طرفها كده واروح اعمل لخط الشعر بتاعها. اهه. ممكن ايه? اعيد الالوان. اعملهم بالعكس. لانهم نزلين على وشه. بالشكل ده. ولما يخلص ممكن نضيز لاير تانية بعدها. يبقى ممكن نضيف اكتر طبعا. زي ما احنا شايفين. يبقى بالشكل ده. وكل ما بكتر زي ما انتم شايفين بيبقى عندي الشكل اكبر. شكرا لكم. ما تنسوش تجربوها في البيت.